بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا أبنى رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين وابنى سيد الوصيين السلام عليك يا أبنى فاطمة السلام عليك يا أبنى فاطمة السيدة نساء العالمين السلام عليك يا أثار الله السلام عليك يا أبنى فاطمة السلام عليك يا أبنى فاطمة الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا 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 وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات السلام عليك يا أبنى فاطمة فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجان ولعن الله ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت لعن الله وتنقبت لقتالي بأبي وأمي 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 لقد عظم مصابيبك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب الثارك مع إمام المنصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالات وبالبراءة ممن قاتل ونصبا لك الحرب وبالبراءة ممن أسسا أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منه وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناس بينا لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي وولي لمن وعلاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاركم مع إمام مهدي ظاهرين ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبة مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والآل الواقع وممات ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بني أمي وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم العنبى سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرحت به عال زياد وآل مروان بقتلهم الحسين بقتلهم الحسين صلوات الله عليك اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبرات منهم واللعنة عليه وبالموالات لنبيك وآل نبيك عليه وعليه السلام اللهم العنى أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العنى العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت ومايعت وتابعت على قتل اللهم العنى العصابة التي جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنان عليك مني سلام الله أبدا ما بقيه وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارته السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثانية والثالث والراب اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة سجود بارك الله اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابك الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الوروب وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وآصحاب الحسين الذين بذلوا مهجبهم دون الحسيني عليه السلام صلوا على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة